البصرة فغر العراق وبابه نحو العالم عبر موانئها فضلا عن كونها المصدر الرئيس لتمويل موازنات البلاد المالية عبر بيع نفطها إلا أن سكانها ومنذ عقدين يعانون الأمرين من فقر مطقع وأمراض تنهش أجسادهم فيما تتسابق السلطات الحكومية لتنظيم بطولة خليجي 25 على أنقاض محافظة اللي طالما دعا كثيرون إلى وصفها بالمنكوبة هذا ملعب الميناء جايش شوفونه هذا هو ملعب الميناء حوالين الملعب هذه الخيسة جايش شوفون زين إذا وفد خليجي مثلا إجا منا افتروا وشافوا هذه الوضعية ش راح يقولون زين هاي الخيسة يمتى تنشال شوكت تنشال هاي يعني بس مجرد يم الملعب حطيته أعلانات ومدرشينه جدار فصل وصف بالعنصري الغرض منه عز المناطق العشوائية المحادية للملاعب التي ستجري على أرضها البطولة الخليجية لحج بمشاهد الإخفاق الحكومي عن أنظار زائر العراق والإيحاء بأن الأوضاع وردية أنا السياة الساحة صعب تنظيفها وزراعتها وهي فارغة والله هاي الصبات كلفها أكثر من كلف التنظيف قيمة وانشاء الجدار قدرت بنحو 45 مليار دينار أوكل مشروعه بحسب مصادر مطلعة لشركة صاحبها مقرب من محافظ البصرة أسعد العيداني بعد أن أحيلت إليه مباشرة من دون فتح العطاءات وباب التنافس بين الشركات المبلغ المخصص للجدار كان يكفي بحسب خبراء اقتصاد لبناء ألف وحدة سكنية كانت ستسهم في إنهاء بعض من أزمة انتشار العشوائيات في المحافظة والتي يقدر عددها بسبعمائة منطقة إلا أنه على ما يبدو فإن حكومة محمد السوداني الممثلة للإطار التنسيقي المقرب من إيران ارتأت تأجيل منح العراقيين حقوقهم حتى إشعار آخر مقابل انتزاع شرعية تفتقدها باستعراض دعائي يتمثل ببطولة كروية لا مكاسب اقتصادية لها مستغلة تعطش العراقيين لعودتهم إلى الحضن العربي الذي لطالما أسهمت أحزاب السلطة بإبعاد العراق عنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة